أقول بسرعة في ثلاث دقايق الخطيئة بتعمليه فينا من قصة السقوط في جمل وبعدين نيجي للحلول أنا متأكد أن حضرتك عندك حلول كتير جدا ونفسي أسمعك في بقول الخطيئة لما سقط أدم محاول أول حاجة تحدث تشوه في علاقتي بربنا بعد ما كانت العلاقة ود وكل يوم الرب يجي وتخيل أدم مستمني كده يسمع صوت الله لكن بعد ما سقط في الخطيئة يجي له أدم أين أنت سمعت صوتك في خشيت لأني عريان فاختبأت شوف تشوه في العلاقة وبعدين تشوه في علاقتي بنفسي بنفسي وأنا عايز كل مشاهد يفكر في الجملة دي كويس هو سقط في الخطيئة فقال له أين أنت سمعت صوتك لأني عريان طبما أنت عريان من الأول إيش معنى الوقت حسيت أنك عريان طيب دول خاطئ أوراقتين وحطوا لكن حسس بإيه بالعري بالعري كده ولا إيه نعم إذن أقول الخطيئة تخليني دايما عريان حتى لو لبست أجمل بدلة حتى لو قلت أجمل كلام روحي قدام الناس لو أنا ساقط في الخطيئة سدقني يا سنزار أنا ببحث أن أريان قدام نفسي نعم فالخطيئة تخلق تشوه في علاقتي بنفسي تشوفني يا مفيش زي الأسيس عزت يا ده منظر ده منظر يوم ما بساقط أنا مهلهل من جوة أنا مش عارف أنام تشوه تشوه في علاقتي بالآخرين نعم الرب أوجدني عشان أنا أكون سند للآخر أعيش من أجل الآخر يوم ما ساقطنا في الخطيئة أنا عايز أستغل للآخر أنا عايز أستخدم الآخر لمنفعتي وإيه أنا بقول جملة كبيرة محتاجة شرحة كتير لكن يوم ما قال له فقال له المرأة التي أعطيتني شوف بير من لوم يجي المرأة حية الحية لما يقول له المرأة التي أعطيتني ده أنت اللي غلطها منت اللي عملتها فبقت العلاقة بالآخر مش أنا مش أنا موجود من أجل الآخرين أصبحت العلاقة النهاردة كل واحد عايز يسخر الآخرين لخدمة أغراضه ومصالحه شكرا للمشاهدة لخدمة أغراضه ومصالحه لخدمة أغراضه ومصالحه اشتركوا في القناة